أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض غجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات معيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على صور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينذفون وفاكهتهم مما يتخيرون ولحم قير مما يشتهون وحور نعين كأمثال اللقلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغضا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مرضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا غربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا طوابا وكنا طوابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى بيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوه فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميب فشاربون شرب الهيب هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدعون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما محن بمسلوطين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرظون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرورون أفرأيتم الله الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزنعا نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنود لا يمثو إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تنقون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم خادقين فأما إن كان من المقربين فروح وويحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين من المكذبين الظالين فنزلهم من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم ما شاء الله الله و الله يبارك فيه بارك الله بارك الله شرح الله صدرك